السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء عاجل وسائل الإعلام اليابانية تؤكد فشل المغرب في منع الوفد الصحراوي لنتابع التفاصيل واضغط لايك أفادت وسائل إعلام يابانية اليوم السبت أن احتجاجات المملكة المغربية الرافضة لحضور وفد عن جمهورية الصحراء الغربية في أشغال قمة مؤتمر توكيو الدولي وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة عرب نيوز اليابانية أن المغرب طلب من المنظمين ممثلي صحراويين بحجة أن اليابان لا تعترف بالجمهورية الصحراوية وأضاف المصدر ذاته أن اليابان قرر السماح لممثلين عن جبهة البوليساريو بحضور أشغال قمة مؤتمر توكيو الدولي حول التنمية الإفريقية كاظ بعد تدخل الجزائر وجنوب إفريقيا وأكدت المصادر اليابانية أن الوفد الجزائري والوفد الجنوبي إفريقي للسلطات اليابانية أن جمهورية الصحراء الغربية معترف بها لدى الإفريقي لا سيما وأنها عضو مؤسس في هذه المنظمة وشهد اجتماع تحضيري لمؤتمر توكيو الدولي حول التنمية الإفريقية كاظ مشدات بين وفد المملكة المغربية وممثلين عن جمهورية الصحراء الغربية وذلك مما استدعى تدخل أعضاء من الوفد الجزائري لفك الشجار ترجمة نانسي قنقر